بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد فهذا كتاب الجامع في العلل ومعرفة الرجال للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه المتوفى سنة 241 للهجرة هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية الطبع الأولى سنة 1427 في الصحيفة رقم 352 يقول ابن الإمام أحمد رضي الله عنه سألت أبي عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فقال لا بأس بذلك هذا والحمد لله رب العالمين